أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح أن مصر بدلت جهودا عديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولعقد شراكات مع مختلف الدول جاء ذلك خلال استقباله إيفان يوكل سفير الجمهورية الشيكية لدى مصر لبحث آليات تطوير تعاون المشترك بين الجانبين وأشار صلاح إلى أن اللقاء شهد بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدني موضحا أنه تم مناقشة موضوعات التعاون الحالية وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى وجود تعاون مثمر مع عدة شركات تشيكية في مجالات التصنيع العسكري والمدني المختلفة